قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة خليني بس أقف مع حضراتكم مع حكاية ملعب نهائي البطولة بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي يمكن اتكلمت اللي تابعوا حلقة مبارح وشافونا طبعا عارفين يمكننا فتحت الموضوع ده مبارح وهو الموضوع الحقيقة مصار بقاله فترة والغاية النهاردة لم يحسم ولن يحسم أتوقع يعني في اعتقادي لن يحسم إلا قبل يوم الأربع اللي جاي القصة والحكاية أنه كان فيه بعض التسريبات بتقول أنه المبارحة النهائية هتتلاعب للعام التاني على التوالي في الدار البيضة في المغرب وإحنا عارفين طبعا السنة اللي فاتت كان الوداد المغربي واحد من أطراف المربع الدهب يعني كان وصل للدور بالفعل قبل النهائي وكان بيواجه كايزر تشيفز وكانت كل الحسابات في التوقيت ده مقارنة بعدها الفرقتين ومشورها وفي البطولة بتقول أنه فرص الوداد هي الأرجح إلى حد كبير جدا في أنه يوصل للنهائي وبما أنه النهائي كان هتلاعب على أرضه والأهل يمكن ما كانش فيه اعتراض محدش سمع أنه الأهل اعترض السلفات لأنه ده كان شيء محدد سلفا يعني محدد مسبقا أنه المبارحة النهائية كان طرفين نهائية هتتلاعب في المغرب لكن علامة الاستفهام الكبيرة جدا جدا اللي أسيرت الأيام الأخيرة دي واللي يمكن أثرت نوعا ما مش عايز أقول شبهات لكن أثرت قلق وأثرت حالة جدل وأثرت علامات الاستفهام كبيرة جدا هي قرار تم تسريبه ولسه ليس بقرار نهائي زي ما قلت لحضراتكم القرار النهائي هيعلن يوم الأربع المقبل في المكتب التنفيذ الاتحاد الأفريقي لكن الكلام أو التسريبات اللي حصلت أنه المبارحة النهائية هتتلاعب في المغرب في هذا التوقيت الحقيقة أثار شكوك كبيرة جدا وخصوصا أنه الوداد بالفعل ممكن يكون حط قدم أولى في المباراة النهائية بعد تغلبه على بيترو أتلاتكو بنتيجة 3-1 فكرة أنك أنت تحدد دلوقتي وواحد من أطراف المربع الدهري فريق مغربي وتقول النهاردة أنه المباراة هتتلاعب في المغرب هي علامة استفهام وفكرة أنه المغرب نفسها تستضيف اتنين نهائي دوري أبطال في موسمين أو في سنتين عامين على التوالي برضو هي علامة استفهام الأصوات اللي من داخل الاتحاد الأفريقي وأنا مش بشكك في زمن حد لكن الأصوات اللي بتنادي يعني بتقول أو بتفنت فكرة اختيار المغرب للعام التاني على التوالي بتتكلم على جهزات المغرب لاستقبال الحدث على الأوضاع الصحية هناك على قدرتها على استضافة الجماهير في كامل المدرجات والحقيقة ده مبرر ليس له أي أساس من الأعراب يعني إذا كان ده المبررات المنطقية اللي هم بيروها فأنا أعتقد أنه من الأولى أنه مصر هي التي تستضيف المباراة النهائية بما أنه المغرب استضافتها السنة اللي فاتت فبالتأكيد مصر قادرة على استضافة حدث بسيط جدا سواء من ناحية التجهزات أو الاستعدادات أو البنية التحتية أو قول زي ما أنت عايز تقول ومعتقدش أنه فيه في القرى الأفريقية كلها دولة على نفس المستوى وعلى نفس الإمكانات وعلى نفس القدرات اللي بتتبتع بيها الدولة المصرية النهاردة لاستضافة أي حدث رياضي مش نهائي دوري أبطال اللي بتكلمك حتى بطولات كاس عالم وقدمنا أمثلة والنمازج منها ده بطولة أمم أفريقيا ومنها كاس عالم هنبول في ظروف أصعب بكتير جدا من الظروف اللي بيعدي بيها العالم النهاردة لكن خليني أقول لحضراتكم برضو أنه الكلام بين ثلاث سيناريوهات محتملة سيناريو الأعتقد أنه هو المستبعد أنها تتكرر أو يتكرر النهائي فيه المغرب مرة تانية ده واحد من السيناريوهات التلاتة السيناريو التاني بيقول أنه يتم اختيار دولة من اتنين ناتجيريا زي ما قلت لكم بارح والنهاردة السنغال دخل فيه المشهد على أساس أنه الدولتين ما عندهمش طرف بيلعب في المباراة أو في الدور قبل النهائي السيناريو التالت وده الأقرب لباتريس موتسيبي أو ده تصور واقتراح باتريس موتسيبي أنه يرجع نظام القديم في المباراة النهائية يعني المباراة أو المواجهة في نهاية البطولة تقام من مبارتين ذهابوا عود زي ما كانت بتتعامل قبل كده في تحافظ عن ناحية دي أنه كان مفترض أنه يحصل من الموسم اللي جاي من بطولة دوري أبطال في نسختها الجديدة لكن في النهاية دول التلات سيناريوهات المطروحة نيجيريا أو سنغال مباراة ذهابوا عودة في القهارة وفي دار البيضة أو استضافة المغرب للمباراة النهائية للعام التاني على التوالي وأعتقد أنها أي حد يملك الحد الأدنى من الحكمة ومن الحياد وعايز ينجح بطولة دوري أبطال أفريقيا وعايز يبعد الشبهات عن الانتحاد الأفريقي بالتأكيد هيستبعد الخيار المرتبط باستضافة المغرب لملعب المباراة ترجمة نانسي قنقر